أماله طبعا في المنافسة والكل يعرض طبعا أخطاري أنه الخسارة تعرض لها المنتخب في الجولة الأولى من منتخب المرابطين أو منتخب موريتاني بسرأسية كان حارغة يمكن بعد الخسارة دي زي ما قول الكوتش يعني برهانتية ومعاه المساعدة المدربة محسن سيد قدروا استعيدوا أنه زي ما قول عدى أوراقهم ولملم أوراقهم وبعض الإضافات اللي حصلت فكان لابد من أنه مباراة الكم قدوا مغرتين تكون زي ما قولوا تكون مفصلية نكون أولا نكون لأنه لا قدر الله زي كرة الخسارة المنتخب السودان وأول مباراة استقباله في أرضه ممكن تضعف من حظوظه في التأهل للدورة الثانية أو كأفضل التواني مع المنتخب المتأهل الأول فنعم بالحمد لله منتخبنا قدر مباراة ممتازة جدا ولو أنه يعني يسود عن بعض الملاحظات على هذا المنتخب يعني يمكن الهداف أخطار إجازة ما نقول خلينا نقول بمجودات فردية بتاعة إمكانات لعبين ويرجع على الفضل بعد رسوحات عارة إمكان لعبية الهلال بعد الاستغرار الوجدوه وعنده من مدرب البرتغالي يعني حتى لأنه لحظة الأهداف الأول جاء طبعا من الغناصة اللي هو وليد بخيطة شعلة وده مكسب جدا للهلال فكنا نعاول زي ما قولوا للمنتخب أول أي كبتا للمنتخب نعم هو طبعا للهلال لأنه كنا نعاول على وليد الشعلة أنه يكون من ضمن خيرات المريخ لكن غدر الله وما شاء فعل يعني لاعب صراحة الحريف ولاعب صراحة زي ما قولوا عنده حساسية مع الشباك ويعرف من أين تؤكل الكد فاستطاع يعني من التمريري يعني بينه من محمد عبد الرحمن وغربال أنه يضع السودان وكان يمكن يتحرمنا إنه طارق من بداية مشاهدة المباراة من بداية يعني نعم بالسبب العطل الفني نعم فحتى الهدف الثاني لما انجى طبعا بالتمريره متبادل ما بين محمد عبد الرحمن وياسر منزمل يعني أعطوا صراحة زي ما قولوا في جوم السودان غوة ضاربة جدا يعني فأحرض منها الهدف الثاني لكن للأسف يعني كان في مكان مزيد الغلة لكن ما حافظوا واستقبلت شبقنا هدف وفي النهاية الحمد لله نترطى نقاط طبعا